موسيقى الدخول مدرسي لـ 2024-2025 وهناك جمعة من المستجدات أولا استقبال تلاميذ عبر المستويات سنة ربعة كان استقبال جدع المشتركة ثم يوم خمسة استقبال أولى باكالوريا ثم يوم سبعة أو ستة كان استقبال ثانية باكالوريا إذن هذا كان له واقع جيد في تنظيم العمل الإدارة التربوية بالتالي النتيجة أبانت هذا اليوم حيث تم استقبال جميع التلاميذ لم أقل 97% لحضرت هذا السبعة إلا القليل لماذا لا تسجلوش كذلك عملية تسجيل وإعادة تسجيل تمت في ظروف جيدة الآن نشرف على نهاية تسجيل وإعادة تسجيل إلا بعد الحالة السيثنائية ثم نستقبل هذا الموسم الدراسي في ظل تطبيق النظام الأساسي التي نهجته الوزارة بمعيث النقابة السنة الماضية والأساتدة يعني الدخوله بشكل نوع من الأرياحية يعني كان واحد لإقبال ديال الأساتدة كان واحد للنخيرات الجاد حول إنجاح هذا الموسم الدراسي إن شاء الله وقد يكون موسم ناجح بامتياز إن شاء الله ما بنسبة كما سبق أن سألتم حول تأثير الإحصاء حول الدراسة أعتقد هذا ليس له تأثير كبير جدا حسب كل المؤسسات لأن مثلا تانويت مولايوسف لا نتوفر على أستاذ يشارك في الإحصاء وهناك مؤسسات بها أساتدة يشاركوا في الإحصاء ولكن تأثير جد 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 ضائل بحيث تجد مؤسسة فيها ثلاثة أو أربعة أساتدة في خضم واحد ربعين أستاذ يعني كيبتك تبقى نسبة جد ضائلة وهي مستدركة الخصص ديال الأساتدة في هذه الإحصاء مستدركة خصوصا أن قلة قليلة لشاركة مش يكونش الأساتدة أنت كتشوفي الآن تانويت مولايوسف الحضور ديال جميع الأساتدة وما كانش مشاركة في الإحصاء لأسباب ذاتية وشخصية إلى غير ذلك وكانت أن الإحصاء لا يكون لديه تأثير لأنه كبير وكبير بزاف اسميتي حياة قداري دوزيان باك سيانس مات بي صراحة أنا دوزيان الدراسية كانت منوها أنها تكون دوزيان حيث تلعملي فاتبانون الباك تمحنوا بسبب الإضرابات وتسيزيان حيث خصوصا أنه بزاف ديالإشاعات كانوا يخلون أنها تكون سنة بيضاء بانتانة طراخية في المتيحان وكنت أول أنه سيكون سهل بالمقارنة مع السنوات السابقة وفي الآخر صدق بحالهم وما صدقت موجد لي وما جبتش النقطة اللي كنت صراحة باغي في هذا العام ده بحيثنا نكالي في الباك ديكو غنطر أنا ننقلب السياس مات بيسي باش نقدر نكالي على النقطة ديال بالنسبة لأول نهار اليوم صراحة ديزم زيان كتقدر أنك تتعرف على الأساتيدة خصوص أنه كأنه بزاف الأساتيدات تتقعوا في العاملية فتبع أنك أساتيدة جداد خاصة كتابة يتعرفهم وتعرف كيف تتخدم معهم تتعرف الدخل من دراسي دزم زيان الحمد لله في الأول عرفونا بشون غادي يكون كيف الش غا تكون القرايا بدينا الفيزيك تعرفنا على البروغرام دبا كان قرارو لدوزوغ ديال مات ومزيان الحمد لله عرفنا سيد المدير ومجموعة من الأساتيدة بشون غا يكون إن شاء الله هاد العام تعرفنا على ذاك الشي وعرفنا على الأقسم ديالنا وشكور كل واحد شنو القسم ديالو دخلنا الأقسم ديالنا تعرفنا بالبروغرام على حساب كل واحد لامبلوة ديالو خرجنا رتحينا شوية في الاستراحة وعودنا نرجع نداب المات بالنسبة للصعوبات كنظن أن الإضرابات هما اللي كانوا صعاب بزاف العاملية فات يعني كنتمنى أنهم ما يكونواش الإضرابات هاد العام صارحنا مساعد للدخور المدراسي قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب